كتلة الهواء الروسية وضعت لبنان على كف الريح وروسيا اللاعبة في تقصي المنطقة السياسي تمكنت من فرض مناخها الطبيعي علينا ولفحتنا بدرجات من الحرارة المنخفضة وبعواصفة ثلجية تركت حتى الآن ثورة نهرية وهي تعيد بالمزيد اعتبارا من الليلة فمنذ ليل أمس والأنهر اللبنانية أعلنتها حراكا غير سلمي فاحتلت منازل وطرقا وعتصمت في الشوارع معلنة الانتفاضة على مجاريها ومعتدية على مجاري الصرف الصحي واستكمل الحراك طوال هذا النهار مع رياح اقتلعت بعض الأشجار وسوت اللوائح الإعلانية بالأرض وحولت شوارع في العاصمة والأطراف إلى بحيرات تسبح فيها السيارات خطة الطوارئ التي استحدثها وزير الداخلية لم يسبقوا إليها الأمريكيون في معالجتهم إعصار ساندي المدمر فهو اقتصر كل التدابير بنصيحة واحدة لللبنانين ابقوا في منازلكم إن لم تكن هناك حاجة للخروج وأضرار مروان شربيل اقتصرت هنا على الماديات والمهم أن لا يقرر التفاوض مع العاصفة كما توقعت له وسائل التواصل الاجتماعي ومن وجهة نظر وزير الأشغال غازي العريض فإن لبنان تدارك العاصفة في أداء الوزارة لغاية الآن أما في حال حدوث ما يشبه التسونامي فلا إمكانات للمواجهة وبتوصيف المشهد العائم فإن خبراء الجيولوجيا لم يروا التسونامي في الأفق وأكدوا أن ما يمر به لبنان أمر طبيعي بسبب كمية الأمطار التي تساقطت حتى الآن وبنتيجة العاصفة تقفل المدارس الرسمية والخاصة ليومين وتستمر عمليات الإغاثة من قبل الصليب الأحمر والدفاع المدني وبحسب حصيلة للصليب الأحمر فإن هناك خمسا وخمسين إصابة وأربع وفيات وثماني عمليات إخلاء والعاصفة تهب غدا على قانون الانتخاب فترفع منسوبة وتحاصر عددا من النواب في فندق التشريع منذ الليلة وقبل هبوب الريح تجتمع القوى الأكثرية في مكان دافئ لتنصيق المواقف وذلك بعد لقائين الأسبوع الماضي الأول في مكتب الحاج وفيق صفا والثاني في منزل الوزير علي حسن خليل الذي استعمل مع حلفائه طريقة الإقناع من خلال المعدة وحرص على نقاش قانون الانتخاب مع فتتلم آدم لكي يصلب عود الحلفاء القادمين على أولى معارك الاستحقاق الانتخابي واستعدادا للغد قالت الكتائب بلسان النائب سامي الجميل إنها ملتزمة الطرح الأورتودوكسي إذا وافق عليه المسلمون فيما طالب الدكتور سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بر بعقد جلسة للهيئة العامة في حال أخفقت اللجنة المصغرة ترجمة نانسي قنقر